من خلال الوبجيكتف ذلك نحكينا عنه دعونا نذهب أكثر على الأنظمة الروتينية التي معقول نستفيد فيها بحياتنا اليومية كتاب عمل ريسورتش أونلاين وشوفت صورة بتعبر عن شو أكتر شي روتيني بيعمل الشخص بيومياته وهيدا الصورة جديدة لهيدا السنة دعونا نشوفها سوا هيدا الصورة محطوطة على الهواء هيدا بتقلنا كل شخص بحياته اليومية شو بيعمل القصص يمكن هو منه منتبه له يعني متل ما منشوف هوني جورجو خلينا نشوف سوا خلينا إليك شغلة انه اكتشفت بهيدا الصورة نعمل نحنا عوايد يومية ما مننتبهه انه منعملها مثلا نوعه منفرش سناننا منغسل وجنا منضب تاختنا منلبس بالبوت طبعا هون نحنا منعتبرون انه عم نعملهم بس هولا عادات هيدا هيدا عادات إيجابية فشو رأيك بهيدا القصص؟ بتعرف الحلو بالعادات انه بتخليك تعمل شي منضب ما تعمل قرار كل يوم بس خطورة العادات انه اذا كانت سلبية هيدا الخطورة لانه اليوم العادة بس كل يوم انا بعمل نفس الشي نفس الشي نفس الشي وهالشي بضر فيي انا مع الوقت اللي راح يصحالي صرت بمحل كتير بعيد على المحل اللي انا بدية مش ان هيك العادات لازم انا ارجع رجعها ولازم اعرف انا كيف اقدر بدلة ولازم اعرف شو ارجع حط محلها لحتى اوصل المحل باخر هيدا السنة لانه يكون محل انا عن جذبت دية مش امشي اوتوماتيك 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 واذا بتطلع يعني منطلع حوالينا من وجر كتير في شقف كتير كبيرة من نهارنا في شقف كتير كبيرة من تصرفاتنا بنعملها تلقائية من دون ما نفكر فيها خلينا هوني لك خلينا نوضح شو الفرق بين objective هدف وعادة اوكي الابتود هلا نحنا او ع بداية كل سنة متل ما هلا نحنا مبلشين السنة بعدنا بأول شهر بتلاحظ فيه طاقة ايجابية لانه فيه متل حقب جديد جاية متل كأنه انا خلصة السنة الماضية عم بتوي صفحة عم بتوي صفحة القصص القطعي بتفوت على قصص جديدة فهيدا الطاقة الايجابية بتخليني حط اهداف بس هلا اذا بتطلع مع الوقت هول اهداف فيه برسنتج كتير كبير منهم ما رح نقدر نحققه ليش؟ لانه فيه غياب روتين معين بيدعم لي هول الاهداف هون الفرق بيناتهم الهدف هو المحل المضبوط اللي بدي اوصل له الروتين هو الشي اليومي يلي عم بيقربني شوي شوي على هالاهداف او عم بيدعم لي حياتي والروتين الايجابي الروتين الايجابي لما انا يكون موجود بحياتي بحسن لي من الكواليتي طبع الحياة طبعي مشان هيك انا كتير مهم اذا بدي خلص السنة بمحل جديد بدي خلصه بمحل انا راضي عن حالي وراضي عن محل اللي وصلت له بدي ارجع راجع كل العوائل اللي عندي ايها تعرف هلأ انتو عم تحكي حسات انو روتين عادتا العالم بس تسمع الروتين تهرب منو ما فيه فكرة روتين الايجابي يمكن منا موجودة او جديدة نحن حكي عمال اليوم عادتا نحن نحن نحمل روتين سلبة انو انا ما بدي افوت بدوامة روتين وعاد عيد اتشغلتي هزيتك اليوم معنا نحن نعمل روتين ما من انتبه صح فش بكتير اشخاص بيجي قولك خيأ انا ما بدي اعمل روتين بحياة القصة الاهدافة صح انا ما بدي اجانب الروتين صح هلأ نحن لانو بلغتنا مستعمل مثلا العلاقه بطل ماشي حالا انا هيدا الشخص لانو صار فيه روتين فات روتين على العلاقه الروتين هي هيده العاده اللي فاتت هلأ العاده فيها تكون عاده ايجابيه وفيها تكون عاده سلبية وكلمة روتين تنطبئ على هولا اثنان هلأ انا بس ارجع فكر يعني بس بدي ارجع اطلع على كلمة روتين بدي اعرف شو النتيجة اللي بتعطيني اياها إذا أنا عندي عادة مثلاً عبكرة بيدق الألارم طبعي وسبعة ثمان مرات سنوز لحتى قدر قوم هيدا عادة مننا إيجابية بس هيدا عادة هيدا روتين عندي إيه أو مثلاً عندي روتين مثلاً ما بعرف يمكن تعصيب معين من قصص معينة كتير قصص تنحط تحت عنوان روتين ونحن دايماً مندل على القصص السلبية بينما في روتين عادة عندي عده حلو يكون عندي عادة تلقائياً بتزدتلي على حياتي قصص إيجابية من هون لازم بلش فرق بيناتهم ولازم بالعكس بدي روتين إيجابي على حياتي بدي قصص تعطيني كل يوم قصص إيجابية من دوم ما هلقد بلش فكر واخد قرارات كل يوم هي لحالة تكون ماشي أوتوماتيك بحياتي هل نحن من حد الحلقة كتا عم بقرأ أنه الخبراء بيأكدوا أنه لازم يتم إنشاء أنظمة وعدات صحية بدلاً من الأداف كرمال الشخص يقدر جلس حياته أدا صحيح هذا الكلام يعني كنت عم بتقول أنت يمكن أن الروتين هو لا توصل للهدف فهل يترى أنه الهدف لحاله بطل كيفي؟ بتعرف الهدف لحاله بيذكرني بقصة أول ما تجوزنا كنت قلت له دائماً لمرتي شغلة كتير بحب البلنتات بالبيت كنت مفكر حالي بحبهم يعني كنت مفكر حالي بعرف أعتني فيهم فبعد فترة معينة صار يجينا بلنتات نحنا نجي بلنتات صار عندنا مجموعة بلنتات بالبيت الفكرة اللي وين بعد ما جبناهم لهالبلنتات صار عندك مثل مسئولية جديدة لتعملها ليضلوا موجودين اللي هي أنه أنا كان مفروض دائماً ضل قصقيهم أكيد أول ما جبناهم أول جمعة تاني جمعة كنا عم نصقيهم بعدين نسيت أنه موجودين بعدين بلاشت لاحظ أنه بلش فيه بلنتات يدبلوا نفس الشي بحياتنا اليوم إذا أنا بدي شي ضل عايش بحياتي بدي يكون عندي هيدا الروتين مثل ما أنا عم بصقي هيدا البلنت إذا بدي انتقل مثلاً على الشق العملي بحياتي الشق البروفيشنل بشغلة اليوم أنا إذا اشتغلت جمعة وركزت هيدا الجمعة مش معقول أحصد النتيجة بدي كل جمعة كون عم ركز وعم بعمل هول قصص مثلاً إذا أنا بدي جسمي يكون بحالي أفضل ما فيه روح أنا مرة مرتين ثلاثة عاد جيم أرجع أقول أنا موصلت بدي يكون عندي روتين دايماً أنا عم بنزل عم بعمل سبور بكل محل بحياتي إذا ما عندي هيدا الروتين ما رح يكبر هالمحل وما رح يوصل لشي أنا عن جد بديه يعني كتير حلو هالمطل اللي عطيته رح نشوف صورة هيك بتأكد لنا هلا يمكن شعام نحكي واتخدنا لمحل أهم يلي هو أنه ينيد مور ذين غوالز وغوالز ألون أنات اناف فهون يمكن انت حاطت لنا أكتر شو لازم نعمل لبعدين ستكيلة أكتر عن هالسلايد صح بدنا نانتبه له مزبوط أنه نحنا دائما عايشين بهيدي بهيدي اللي أنه أنا بدي حط أهداف بدي روتين معين بدي اوصل لمحلات معينة بحياتي بس بحس أنه بدي اوصل الهدف العندية بس بشي عم بيقف بوجيه من أكتر القصص اللي بتوقف بوجيه هو الروتين مشان هيك أنا بدي بلش فكّر شو هو الروتين يلي عم بيأسر عليه و عم بيبعدني عن الهداف تبعي بتبلش بالتشخيص يعني بتحس شو المفقود يعني كنا عم نقول نحنا أول حلقة أنه الهداف معادة كافية في شي مفقود هل الروتين هو الحلقة المفقودة بحياته للشخص؟ أكيد بس الروتين الإجابة نحنا عم نتشل الروتين الإجابة بمعظم الأحيان مفقود و بمعظم الأحيان ما بين عطاء همية و بمعظم الأحيان بيكون عنا أول السنة ليه عم نحكي عن الروتين اليوم؟ أول السنة أنا بيكون عندي طاقة مش طبيعية بلش بدي حسن بقصص بلش بدي عم بس شو بيصير بس تنفذ هيدا الطاقة بس تخلص ما في شي عم بيحفزني لدل كف بطريقة تعرف بس نفكر اليوم بناس حوالينا معروفين نشحين هول أشخاص متطلع فيهم بنقول هيدا نجح بهيدا الفيلد هيدا نجح بهيدا عندك موسيقية نجحه عندك مغنيين عندك رجال أعمال كلهم هولي وصلوا لنجاح معين حتى ما أقول كلهم أكتريتهم هولي الأشخاص عندهم روتين بحياتهم شبه ثابت طيب العميسة عقبول أنا بدي كون ناجح مثل هولي الأشخاص كيف منبني ومننشق روتين إيجابي بحياتنا؟ اللي هو هيدا السؤال بديهي مية بالمية هلأ أنا بدي بس أعرف أهميته لروتين ببلش قسع الحالي يعني يمكن أنا هلأ أنا عم بسمع خبرني شو هو هالروتين وكيف بدي بلشو من القصص الصغيرة يعني روتين هو رح نحكي عن كازا روتين هلأ بخلال هيدا الحلقة ورح نشخصه رح نحكي كل واحد بس بلش طبقه بعد فترة شو النتيجة اللي أنا بتبلش أخذه فهني قصص صغيرة هني قصص بسيطة بعمله هو يمكن هيدا المشي العشر دقايق اللي بعمله كل يوم هي يمكن هيدا الصفحتان ثلاثة من الكتاب اللي عم بقريها كل يوم بس إذا بتطلع على المدى الطويل بتطلع أنه هلأد أنا عملت عيد السنة وهو للفرق اللي أنا بعمله يعني إحنا عم نحكي سنة عن عوايد صغيرة أو يمكن قصص صغيرة من عملها لازم نحولها لروتين سنة عملها كل يوم بلا منوقف كرمل تساعدنا بالمستقبل لكن عم نحكي هيك يعني فينا نقول بهالتفاصيل صح بشكل سهل